موسيقى مشارة الأخبار من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى سشاد سبعة فلسطينيين في عدوان إسرائيلي على جنين والمقاومون يستهدفون التعزيزات العسكرية للاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة موسيقى المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال وتدمر آلياته في مدينتي غزة ورفح وتستهدف تموضع الجنود في محور نيت ساريم ومعبر رفح بالمدفعية موسيقى فرانس بريس تنقل عن القيادي في حماس وسامة حمدان أن الحركة تتوقع ردا من إسرائيل على موقفها من صفقة وقف إطلاق النار بحلول يوم غدا السبت موسيقى تمديد ثاني للاختراع حتى العاشرة مساء مع كثافة في الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية والمرشد خامنائي يدعو الشعب إلى انتخاب الأفضل موسيقى أدوان يقول أنه قد يرسل معبوط دعوة إلى الرئيس الأسد لزيارة تركيا وأن الأمر قد يمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري البداية من تطورات الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد سبعة فلسطينيين أصيب آخرون بجروح خطرة من جراء عدوان إسرائيلي على جنين قوات الاحتلال كانت قد حاصرت منزل غرب المدينة وقصفته بصاروخ نيرغا وأطلقت باتجاه الرصاص فيما تصدى لها مقاومون هذا وقالت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها استدفت تعزيزات العسكرية الإسرائيلية لوابل من الرصاص والعبوات المتفجعة موسيقى موسيقى إلى غزة حيث ارتقى شهيد وجرح عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال منطقة بني سهيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة وفاد مراسلنا بانتشال عدد من الشهداء والإصابات باستهداف منزل بمخيم السيارات كما قصفت مدفعية الاحتلال شارع بغداد في حي الشجاعية أعلنت كتاب القسام تمكن مجاهديها من قنص جندي صيوني في محيط تلزعرب غرب مدينة رفح كتاب القسام استادفت دبابة من نوع ميركافة أربعة بقذيفة الياسين 105 وسط شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ودبابة مماثلة شرق شارع النزاز في حي الشجاعية أيضا وفي شارع النزاز أيضا أجهز مجاهدو القسام أمس على عشرة جنود إسرائيليين في عملية مركبة حيث استادف مبنى تحصلت بداخله قوة إسرائيلية بقذيفة تي بي جي قبل أن يجهز على بقية أفراد القوة من مسافة صفر وخلال انسحابهم فجروا عبوة ناسفة داخل المبنى وقد رصدت طيران المروحية الذي قام بإخلاء الجنود القتلى والمصابين سرايا القدس أكدت قصفة تموضع لجنود وأليات الاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة وعلنت سرايا القدس أيضا قصفة جنود واليات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق المدينة بوابن من قذاف الهون النظامي والثقيل كما استادفت الجنود المتمركزين عند بوابة معبر رفح بوابن من قذاف الهون أيضا بوعانات الأسر النازحة من حي الشجاعية بعد حالة الاكتظاظ الكبيرة التي شهدتها مراكز الإيواء غرب غزة تتفاقم ما اضطرهم إلى افتراش الأرصفة تقرير محمود العوضية بعد اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لحي الشجاعية شرق مدينة غزة نزحت مئات الأسر من حي الشجاعية باتجاه غرب مدينة غزة في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء والمناطق السكنية أيضا في غرب غزة لم يجد الأهالي مكانا لينزحوا إليه سوى هذه الأماكن وهي عبارة عن مخازنة فارغة لجأوا إليها هربا من آلة الاحتلال الإسرائيلي تعرضنا كثير شردنا بسواني هذا اندي هاي بنت معاقة والزلمة معاق والله الله غيره بعتنا يعني هالأولاد صاروا يذوبوا ولا خدنا شي معنا ولا إشي والله يطلعنا جراوي والله يا عمى كنا فجأة قاعدين احنا في قلب دوهمة في التفاة بدل لو خبطوا وراجع ما بتعافش كيف الجامع جزايف كوات كاتر سوريخ الزنانة من طائرات الاستطناع طرفش فجأة نحنا لا عرفنا ناخد أواهي ولا عرفنا ناخد فراش ولا أي حاجة أخذ أهدونا بس شردنا في أولادنا وشد تتاعدوا كلنا دائما نعملينهم احتياط ناخدهم من وجهة والله يعني عجز اللسان عن نوصف ما يحدث يعني الإشي مش إليه بشخصي كل الناس تبهدلت مش حد ما تبهدلش خلص بكفي يعني للكبار للمسؤولين للعالم كله لأمريكا للعالم العربي خلص بكفي يعني تسع شهور بتوارجيك للفراشة اللي قتل بالنام عليه الفراشة اللي غزك البسس بتتمش عليه المرضنا مش هافش ما ينتغسل على أساس اللي عود بدون يدخلوه وشردنا يعني الحمد لله بأنفسنا اللي ما يطخونه ما يقتلونه احنا أولادنا واستشهد عنا قاد ست نفار من أولادي ومن كنايني واخوته اتنين استشهدوا عهدك بالله يا شيخ ما بنقذل طيب وشردنا شرد حتى الباقي ما يروح معاناة كبيرة يعانيها النازحون في مدينة غزة خاصة بعدما هرب الناس من آلة الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتياحه لحي الشجاعية شرق مدينة غزة مئات بل آلاف من الأسر الفلسطينية التي هربت من آلة الموت مشيا على الأقدام دون أن يأخذوا شيئا من أمتعتهم واحتياجاتهم فلجأوا إلى الشوارع وإلى المخازن وإلى أزقة المدارس بعد حالة الاكتباض الكبيرة التي تعاني منها مراكز النزوح في مدينة غزة والشمال محمود العوضية شمال غزة الميادين نقلت وكالة فرانس بريس عن القيادي في حركة حماس وسامة حمدان أن الحركة تتوقع ردا من إسرائيل على موقفها من صفقة وقف اطلاق النار في غزة بحلول يوم غد السبت حمدان أكد لفرانس بريس أنه إذا كان الرد إيجابيا فعند ذلك سيجري الحديث عن الأفكار المطروحة بالتفصيل أوضح أن القدرات العسكرية للحركة في قطاع غزة لا تزال في وضع جيد يمكنها من الاستمرار في الحرب إلى ذلك نقلت وسائل علامة إسرائيلية أن نتنياهو منع جالانت عقد لقاء بشأن صفقة التبادل مع رئيس الموساد فيما طلب جالانت قبول المقترح بينما يرى نتنياهو أن حماس وضعت شروطا لا يمكن قبولها بالتوازي أوردت وسائل علامة إسرائيلية لاجانت تصل برئيس الحكومة ليبلغه بأنه سيدعم بشكل كامل أي صفقة مع حماس وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أنه ناقش مع نتنياهو الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لوقف اطلاق النار وكان مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قد أكد أن الوقت قد حان لإتمام اتفاق لتبادل الأسرى مضيفا أن هناك عملا كثيرا يتعين إنجازه وقال المسؤول أن واشنطن تعمل كل ما في وسعها لإنجاز الاتفاق مشيرا إلى أن حياة الأسرى الإسرائيليين على المحك وصف الصفقة بأنها منظمة بطريقة تحمي مصالح إسرائيل على نحو كامل وتوفر راحة كبيرة للمدنيين في غزة وأنه جرى صوغها جيدا طالبت أمهات الأسرى الإسرائيليين أهدى المقاومة في غزة رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو بصفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس جاء ذلك خلال تظاهرة في وسط تل أبيب بمشاركة ألاف الإسرائيليين طالبوا فيها الحكومة بضرورة يثبات أن قضية الأسرى على رأس أولوياتهم وضرورة التوصل إلى صفقة تبادل أناشدكم السيد رئيس الوزراء الصفقة هنا وهي في متناول اليد من فضلكم قلوب أمهاتنا لا تتحمل قلوبنا في غزة أرجع لنا قلوبنا أرسل للفريق المفاوت تعليمات واحدة لا تعود من دون الاتفاق لأن تسعة أشهر كافية أعدهم إلى ديارهم الآن على خط موازن كشفت مصادر خاصة للميادين عن إجراء حوار وطني فلسطيني ستستضيفه بكين من دون تحديد موعده وبحسب المصادر أبلغ سفير الصيني في الدوحة قيادة حماس موافقة الرئيس محمود عباس على استئناف الحوار كما وافقت حماس على تلبية الدعوة الصينية إلى الحوار الوطني وترغب حركة فتح باستباق الاجتماع الموسع بلقاء مع وفد حماس التي تتمسك بنتائج اللقاء الثنائي السابق في نيسان أبريل الماضي مصادر الميادين كشفت أيضا أنه يتوقع مشاركة 14 فصيلا فلسطينيا إلى جبهة الإسناد اللبنانية حيث استقبل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة خليل الحية المجتمعون عرضوا آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصا وأوضاع جبهات الإسناد إضافة إلى آخر مستجدات المفاوضات كما أكدوا مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يحقق الأهداف المنشودة ميدانيا أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة المقاومة الإسلامية أعلنت أيضا استهداف موقع الرمثة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة كما أكدت استهداف موقع رامية بقذائف المدفعية نظم متظاهرون في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة مسيرتهم الإسبوعية تضامنا مع فلسطين مرددين شعارات تطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية داعين إلى وقف مجازر الاحتلال كما دعوا الدول العربية إلى الاستيقاظ والوقوف إلى جانب أهل غزة أستمرون في شوارع عمان وشوارع الأردن ليؤكدوا حقوقهم ودعمهم وإسنادهم لأهلهم في مقاومة في غزة ضد المحتل وجرائمه الإبادية ويؤكدون أن الكيان الصيوني ما زال يتخذ الأسباب التي تنقذه من المأزق الذي دخله نحن بسرطنا العالم كله لازم هذه المجادر الحرب لازم توقف هيصار تقريبا حوالي 9 شهور وهذا الحرب اللي بادة مستمرة الضمير العالم كله مش متحرك الضمير العربي أصلا مش متحرك فأحنا من نادي الجميع أنه يصفوا ويقولوا كما واحد من أجل وقف هذه الحرب شهدت مدن ومحافظات يمنية مختلفة مسيرات حاشدة إسنادا لغزة تحت عنوان مع غزة جبهات الإسناد ثبات وجهاد بيان المسيرات حي الصمود العظيم للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في فلسطين وأكد الموقف الثابت والمبدئية المساندة للشعب الفلسطيني ومجاهديه في العمليات العسكرية والأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية كما دان استمرار العدو الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإبادة الجمعية واستخدام الحصار والتجويع سلاحا لقتل الشعب الفلسطيني إلى إيران التي تتواصل فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الحاسمة حيث يتنافس المرشحان سعيد جليلي ومسعود بزشكيان يواصل الإيرانيون الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد حيث جرى تمديد الاقتراع حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي مع تزايد الإقبال على التصويد وقد دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى المشاركة في الاقتراع لاختيار الرئيس الرابع عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان فيما تظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بينهما وهذه الصور المباشرة مشاهدين من مراكز الاقتراع التي لا يزال يتوافد إليها المواطنون الإيرانيون للإدلاء بأصواتهم حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة عن الجولة الأولى العمليات لا تزال مستمرة وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة الأبواب حتى الساعة العاشرة بتوقيت طهران وحول استمرار العملية الانتخابية وأجوائها ينضم إلينا موفد الميادين إلى إيرار رضا الباشا من بندر عباس ومعنا كذلك موفدة الميادين أونلاين إلى أصفهان زهراء رمال أبدأ معك رضا وتضعنا في صورة ما يجري لان نعم كمال فعلا نسبة المشاركة لعل ما تريده وسائل الإعلامة الإيرانية تقول نقلنا عن مصادر مطلعة بأن نسبة المشاركة عند الساعة السابعة من هذا اليوم أي قبل ساعتين من الآن وقدت نسبة المشاركة أو شاركة ما يقارب عشرين مليون نسمة وهي بزيادة تقدر تقريبا بمليونين ناخب عن ما كانت عليه في الساعات المماثلة قبل أسبوع في هذا المركز الذي نقف فيه عند الساعة السابعة ونصف سألت مدير المركز فأكد بأن عدد الناخبين كانوا في الأسبوع الماضي ألف وأربعمائة وعشرين ناخبا في هذا المركز الانتخابي عندما سألته أكد بأن عدد قارب الألف وأربعمائة ناخب عند الساعة تقريبا السابعة ونصف هذا بطبيعة الحال يعكس صورة اتفاع نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي يتنافس فيها المرشحان سعيد جليلي عن التيار الأصولي المبدئي ومسعود بزشكيان عن التيار الإصلاحي التوقعات تشير وبعض الإحصاريات تشير بأن نسبة المشاركة حتى هذه الساعة قاربت زيادة عن ما كانت عليه في الأسبوع الماضي 35% إذا استمر الوضع على ما هو عليه حتى إغلاق أبواب مراكز الانتخاب وأغلاق سندق الاقتراع لربما سنكون أمام نسبة مشاركة تقارب 46% في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية طبعا هذه الزيادة في نسبة المشاركة تتركز في المدن التي يراهن عليها الإصلاحيون والمدن أيضا التي يراهن عليها الأصوليون في أصفهان الحديث عن نسبة قارب 30% في أردبيل التي تميل إلى الإصلاحيين ومسعود بزيشكي أيضا الحديث عن نسبة قارب 30% وهذا يدل بأن الأسبوع الماضي الذي سبق المرحلة الثانية من الانتخابات كان أسبوعا حاشدا أو حافلا لدى التيارين التيار الأصولي والتيار الإصلاحي لحشد المناخبين ولحشد جماهيرهم من أجل المشاركة في هذه الانتخابات بشكل أكبر لما لها من دور في تعيين مصير البلاد خلال أربع سنوات مقبلة طبيعة الحال كمال نحن أمام انتخابات يمكن أن نقول بأن نسبة المشاركة فيها زادت يمكن أيضا أن نقول بأن الأسبوع الماضي لعب دورا هاما ولكن ما لا يمكن أن نجزم به من سيكون الرئيس القادم لإيران هل هو سعيد أم مسعود سعيد جليلي أم مسعود بزشكيان كلا الرجلين فعلا قدم خلال برنامج الانتخابي حجدا للشرع بشكل كبير جدا لا يمكن لأحد أن يتوقع ما هي مصير هذه الانتخابات وإلى أين ستذهب هذه الانتخابات ولكن من المتوقع أن تصل نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات كما أشرنا إلى ما يقارب 46% وبعض المراكز تتحدث عن نسبة لربما تقارب 50% بشكل أو بآخر إذا ما تمكنت النسبة من الوصول إلى نسبة 50% لربما ستكون إيران أمام تنظيم انتخابات تعتبر هي الأنجح في تاريخها لماذا؟ لأن الفترة الزمنية التي حددت لهذه الانتخابات تعتبر فترة زمنية قصيرة نحن نتحدث عن فترة زمنية 40 يوما منذ رحيل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي حتى اليوم إيران شيعت الرئيس أولاً ومن ثم فتحت أبواب ترشح للانتخابات وعطيت صلاحية للمرشحين لمن يمكنه أن يخوض الانتخابات ومن ثم الحملات الانتخابية مرحلة أولاً الانتخابية ومرحلة ثانية كل هذا بشكل أو بآخر لربما تقدمه إيران للعالم على أنها دولة مؤسسات وعلى أنها دولة قادرة على الاستمرار وبقوة على الرغم من الحوادث التي تعرض لها ولربما هذا الأمر يبرر ما ذهب إليه المسؤولون في إيران خلال الفترة الماضية وتأكيدهم بالدرجة الأولى على أن تكون المشاركة هي النسبة التي تحكم وهي النسبة المهمة بالنسبة للدولة الإيرانية بعيداً عن هوية المرشح إن كان إصلاحياً أم كان أصولياً لم نلاحظ أي مسؤول إيراني أكد أو بحث عن هوية المرشح أو إلى أي تيار سياسي سينتبه المرشح بقدر ما أكدت جميع إن كان مسؤولون الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة أكدوا بشكل متواطر على أهمية مشاركة في الانتخابات دون التطرق إلى هوية الرئيس وهذا الأمر لربما ينعكس اليوم في المرحلة الثانية لهذه الانتخابات كمال طيب سنرى الصورة في الأصفهان وتبقى معنا رضا وإلى زهراء رمال لتنقل لنا الأجواء كذلك الانتخابية في أصفهان زهراء تسمعيني ريثما تجهز زهراء تسمعيني زهراء طيب يبدو زهراء غير جاهزة الآن أعود إليك رضا مرة أخرى للحديث عن الاستحقاقات القادمة متى ستعلن النتائج وكيف بعد أعلان النتائج منذي سوف يكون من ترتيبات وخطوات أولا كمال متوقع أن تمدد فترة الانتخابات بعد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي للساعة الثانية عشر لأن نسبة الإقبال هي في حال تزايد حتى هذه الساعة نحن عند الساعة التاسعة تقريبا بالتوقيت المحلي لإيران وما يزال الناخبون يدخلون إلى مراكز الاختراع هذا العدد لربما سيدفع وزارة الداخلية والجهات المنظمة للانتخابات أن تعلن تمديد الانتخابات وبطبيعة لحال هذا اعتادت عليه إيران خلال الانتخابات الماضية وخلال السنوات الماضية وخاصة في المدن التي تعتبر كمال مدن حارة لأن في فترة الظاهرة في هذه المدن كأصفهان وهنا في هرموسغان وبندر عباس حيث أنا موجود تكون نسبة الأقبال ضعيفة جدا ويأتي الناخبون في فترة ما بعض الظهر عندما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لذلك تمدد الانتخابات هذا أولا أي أن التوقعات بأن الانتخابات ستمدد إلى الساعة الثانية عشر بعد الساعة الثانية عشر ستغلق بواب مراكز الاقتراع يسمح لمن هم داخل المراكز بأن ينتخبوا أما من يأتون لن يسمح لهم لربما بالدخول إلى داخل المراكز والاستمرار في العاملية الانتخابية ليبدأ فرز الأصوات من المتوقع أن تعلن هوية الرئيس القادم لإيران عند الساعة الثانية عشر أو على أبعض تقدير عند الساعة الواحدة ظهرا يوم غد السبب رضا سأعود إلى زهراء مرة أخرى أن نطلع على الأجواء الانتخابية في مدينة أصفهان زهراء نتابع معك تضعينا في الأجواء نعم لا يزال الإيرانيون هنا في أصفهان حاضرين بكثافة في مراكز الاقتراع بعد أن جرى تمديد مواعيد الاقتراع حتى الساعة العاشرة من اليوم حيث كانت من المفرد أن تغلق هذه الصندوق عند الساعة السادسة ثم جرى تمديدها حتى الثامنة والآن مددت من جديد حتى الساعة العاشرة وأتى هذا التمديد بطبيعة الحال نتيجة الإقبال الكبير للأصفهانيين حيث شهدت الساعات الأخيرة استحاما كبيرا لأناخبين الإيرانيين في مراكز الاقتراع حيث استخفى الأصفهانيون هنا في طوال زهراء أعتذر منك الصوت سيء من المصدر ونعتذر كذلك للمشاهدين زهراء رمال موفد الميادين الأصفهان وريضا الباشا موفد الميادين في بندر عباس شكرا جزيلا لكما أقلت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب اردغان قوله أن زيارة محتملة من الرئيس الروسي فلادمر بوتن لتركيا قد تمهد الطريقة لعهد جديد من التقارب التركي السوري وفي تصريح للصحفيين في أثناء عودته من كازاخستان حيث التقى نظيره الروسي قال إردغان نهو قد يرسل دعوة إلى الرئيس بشار الأسد لزيارة تركيا بالتنسيق مع بوتن مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يكون بداية لمسار جديد حول هذا التصريح للرئيس اردغان وكذلك التصريح السابق والعلاقات السورية التركية انضم إلينا من اسطنبول الخبير في العلاقات دولية الدكتور عبد المطلب بربا ومن دمشق الخبير في العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله دكتور عبد المطلب حياك الله دكتور بسام مرحبا بك وأبدأ معك من اسطنبول دكتور عبد المطلب ما الذي جعل الرئيس أردغان يتحدث بهذا الوضوح عن لقائه الرئيس أو دعوته للرئيس الأسد سبق أن صرح قبل أيام تصريح يتعلق بالعلاقات بين البلدين لكن اليوم نحن أمام التصريح الأوضح ما هي الدوافع مساء الخير من اسطنبول في الحقيقة طبعا هناك العلاقات كانت مستمرة نوعا ما وكان في الحقيقة بشكل عام تركيا يعني أعادت نظرتها من جديد وبدأت ترتيب علاقاتها مع دول الإقليم ليس فقط سوريا طبعا قبلها كانت طبعا الإمارات والسعودية ومصر وغير العراق يعني هناك إعادة النظر في ترتيب علاقات تركية لدول الإقليم من جديد هذا بدأت قبل ثلاث سنة وثلاثة الآن لذلك رأينا هناك تحسن في الحقيقة في العلاقات مع الإمارات وتم هناك اللقاءات والزيارات متبادعة على مصر وزراء ورؤساء وبعض رأينا هناك علاقات تحسنة مع السعودية والزيارة للقاءات وإتفاقيات إبرام وصفقات غير ذلك ومع مصر أيضا بدأت ومع العراق وفي الحقيقة لم يبقى هناك إلا الدولة السورية تركية كانت تريد أن تحسن علاقات في الحقيقة لأن هناك خريطة عامة كبيرة التي لما جاء بايدن للحكم في الحقيقة بايدن في الحقيقة له أهداف الدولية له الحرب مع الصين له في الحقيقة يعني أهداف رئيسية كبرى عالمية وتركيا فهمت ذلك جيدا ولذلك أردت حسن علاقاتها ولا تكون الدول العالمي السامة أداة لأهداف الدول الغربية الكبرى حتى تكون معمول بها ومفور بها في أهداف لذلك التركية في الحقيقة يعني هي غيرت سياساتها الخارجية من شنوات الأخيرة ولذلك رأينا هناك يعني تحسن في العلاقات في الحقيقة مع إمارات مع السعودية يعني هناك علاقات هذه السياسية يعني أنت أشرت إلى ذلك دكتور عبد المطلب تركيا حسنت علاقتها مع الدول الإقليم دول العربية هذا صحيح لكن سوريا ملف مستقل ومختلف وله خصوصيته في ضوء ما جرى خلال عشر سنوات لكن سؤالي لك ما علاقة تصريح الرئيس أردغان أو هل هناك من علاقة بين تصريح الرئيس أردغان الذي يقول فيه سأدعو الرئيس الأسد لزيارة تركيا زيارة أنقرة وبين ما جرى في قيصري وما جرى في الشمال السوري من حرق للعالم التركي والهجوم على المقرات وعلى الموظفين الأتراك في الشمال السوري هل من رابط بين تلك الأحداث وبين ما قاله الرئيس أردغان اليوم يعني خلينا نفهم وجيدا ليش يعني تصريحات أردغان هي أتت بعد صلاة جمعة وسبو الماضي بعد التصريحات في الحقيقة من أسد هناك كانت تصريحات من أسد أنه منفتح لتحسين العلاقات مع تركيا وهذه التصريحات أتت قبل تصريحات أردغان لم أسئل له بعد صلاة جمعة وسبو الماضي حول هذه التصريحات وأردغان هو قال نحن منفتحين على كل مستويات تحسين العلاقات وتطويرها وتقديمها لذلك هذه التصريحات متبادلة بين الرؤساء أتت قبل أحداث التي تحدثت عنها ما يتعلق بالقومية وهجومات غير ذلك يعني كل هذه الأحداث أتت بعد هذه التصريحات بين الرؤساء الدول لذلك هناك حقيقة بعض الجهات المعنية هي معروفة والتركية هي حققت وأثبتت هذه الجهات أنها هي التي تدخلت وأرادت أن تخرب وأرادت أن تعرقل تحسن هذه العلاقات بين التركية والسورية لذلك حاولوا إخراج هذه الأحداث ما يتعلق بالقوميات وهجمات غير ذلك كل على أساس أن في الحقيقة تمنع تحسن هذه العلاقات بين التركية والسورية وهناك في الحقيقة يعني الأحداث دكتور عبد البطل ولو طولنا على الدكتور بسامي يعني الأحداث في شمال سوريا وفي بعض المدن التركية في قيصر تحديدا مفتعلة نعم مفتعلة وهي أتت بعد تصريعات أردوغان وتصريعات أسد وكلها أتت على أساس أن تمنع مبادرة وتمنع تحسن هذه العلاقات وبداياتها لذلك يعني هذه أيضا هي أتت قبل زيارة أردوغان لروسيا هي كلها في الحقيقة لها أسباب لها أهداف لذلك تريد أن تعقل ولا تريد أن تحسن علاقات بين تركيا وسوريا وأطراف المنزعجة من هذه المبادرة في العقية هي أطراف معروفة بسجلة ونحن نعرف لا نستطيع أن نناقش منها في العقية هي معروفة لديها أمريكا منها كالشعب كالتركي أمريكا وأحزاب كيانت الكردية المسلحة وبيكا كغير ذلك هي معروفة هي منزعجة هي منزعجة هي لا تريد أن تتحسن على قطعات سوريا أمريكا أمريكا أصبح لديها نفوذ كبير في مناطق شمال سوريا لدى الفصائل المسلحة هناك والتشكيلات العسكرية أيها أصن في العقية هي التي تدير وتشكل وتماول وتسلح وتدرب حتى هذه كلها معروفة في التركية لا في الشرق معروف في الشرق قصد قصد لكن النصرة والأحرار وغيرها من الجماعات في إدلب وفي محيط إدلب هذا مش معروف أن تركيا تسلح وهل في نفوذ لتركيا هناك في منطقة لها من تقصد تركيا لا على حدود تركيا على حدود تركيا في الشمال نعم التركيا نحن نسميها بتركيا منطقة لها تركيا لها طبعا حضور نوعا ما وهي تريد أن تحقق أمن في العقيقة وتنزع أمريكا لها حضور هناك أصبح لها نفوذ هناك دكتور عبد المطلب لا لا ليس ليس بالدرجة في العقيقة تركيا هي مسيطرة أكثر أكثر طيب دكتور بسام أحياك الله أطلنا عليك قليلا لكن أيضا دكتور بسام كيف تتوقع أن تكون ردة فعل دمشق والرئيس السوري إذا ما وجهت له دعوة لزيارة أنقرة مساء الخير السيدس كمال وتحياتي لك وليدكتور عبد المطلب من اسطنبول لا ما من شك أن القضية ليست في الدعوة للرئيس بشار الأسد وهل سيلبي أم لا هناك طيق مسار لنتحدث عنه طويل قليلا أو يحتاج إلى عمل كثير قبل اللقاء الرئيسين فالقضية ليست تبويس لها كما يعتقد البعض القضية السورية تركيا معقدة وهناك آلام كثيرة وهناك كثير من الأشياء التي يجب بناءها قبل الوصول إلى لقاء الرؤساء لأن الحديث السوي كان واضحا في أكثر من نفصل الرئيس بشار الأسد طبعا في لقائه مع سيد لافرينتيف قال نحن مفتحين على المبادات ولم يسكر العلاقة مع تركيا بشكل واضح جدا لكن ووزير خارجي السوي كان قبل ذلك قد صرح بأنه في حال انسحاب الجيش الاحتلال التركي من الأراضي السوية فهذا سيؤدي إلى عودة العلاقات الطبيعية بين البلد إذن نوقف سوي واضح الآن أين تكمن المشكلة وهذه نقطة مهمة جدا دائما وطبعا استاذ كبار المسار سبق أن عالج تذكر في أيار قبل الانتخابات الرئاسية وصلنا إلى لقاء عالي المستوى بين وزير الخارجي السوي دكتور فريسا المقدر ومولود جوي شعور ووزير الخارجي التركي أن ذاك جرى اللقاءات بين ورؤساء جلسة الاستخبارات وزراء الدفاع اتفق على غرفة عمليات مشتركة ثم جرى التحول لأدري لأسباب تركيا هذا التكتيك لم يعد فعالا الآن ما الذي اختلف وسؤالك لضيفنا وزميلنا من تركيا ما الذي اختلف أنا أتحدث عن ثلاث عوامل اختلفات لأول مرة هناك شبه إجماع إقليمي دولي على دعم هذه الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي يجب أن لا ننكر دور العراق هنا محمد شياع السوداني وبالطبع رئيس الوزراء العراقي لن يقوم بهذا الجهد دون رضا أمريكي لنقل وأسباب الرضا الأمريكي ليس لأنهم خيرين الآن لأن أحداث غزة وطوفان الأقصى لا يريدون نشوب حرب اقليمية ويريدون ضبط الأمور مقابل ذلك قد يدعمون مثل هذا الجهود هذا الجانب والجانب الآخر يعني ظهور قوى بازغة جديدة في العالم الدور الروسي والصيني الصاعد وزير الخارجية التركي زارة بكين وزارة موسك والتقى برئيس بوتين شخصيا وهذا يؤشر إلى أن هناك ملف مطروح على الطاولة دقيق ومضمون دمشق ما تزال حتى الآن يعني عوامل بناء الثقة مهمة جدا لأن التحولات كانت دائما تختلف بين تصريح وآخر بين الجمعة الماضية والجمعة الحالية نحن نتحدث عن تأسيس الظروف الظروف الأقليمية السعودية والإمارات ترفضان يعني تحقيق تعاون اقتصادي بدون محل المسألة السوية وأعتقد مصر إلى حد ما ولذلك هذا الباب مغلق بمعنى العمل مع السعودية والإمارات على حساب السوية والنقطة الأهم من النقطة الثالثة هو العوامل الداخلية المرتبطة بالرئيس أردوغان وخسارة حزبه الأخيرة في الانتخابات البلدية على خلفية ملف اللاجئين بالرغم من أن الأتراك حسب ما أعرف المعلومات ليسوا منزعجين بشكل عام ما قام به ما زر في قيصره هو حركات متطرفة مدفوعة إشارة استفهام عليها لأحراق بيوت السوريين لأنه بشكل عام السوريين لم يكونوا عبءا على تركيا صحيح الصدافتهم ولكنهم كانوا قوة عاملة ومنتجة ويعملون بجهد يعني قال قال الدكتور عبد المطلب بأنها قال الدكتور عبد المطلب أنها مفتعلة لكن أريد أن نناقش معك الموقف الأمريكي لأنك ذكرت شيء يعني مهم صحيح كيف تدعم أمريكا هذا كيف تدعم أمريكا هذا المسار وهو يعطي ويعني تدخل روسي كيف تدعم أمريكا هذا المسار وهو سيكون على حساب جماعتها جماعتها في شرق الفرات قصد كيف تدعم هذا المسار وهو سيؤدي إلى تحسن اقتصادي وهي تفرض عقوبات على سوريا يعني كل المسار يعاكس المصالح الأمريكية في سوريا ماذا قالت صحيح ماذا قالت الخارجية الأمريكية قالت نحن لن نطبع مع سوريا بوضوح شديد ولكننا ندعم هذه الجهود الإيجابية طبعا أنا لا أثق بالتصريحات الأمريكية على الإطلاق خاصة بعد موقفها في طوفال الأقصى وضد أهلنا في غزة لكن أمريكا تحزر كثيرا الآن من نشوب حرب أقليمية وهي بشكل أو بآخر تريد منع هذه الحرب الأقليمية بأي شكل هذا من جانب والجانب الآخر أنها أيضا لا تستطيع إيقاف الجهود الروسية الصينية والقوى البازغة الجديدة وتركيا تدرك أن هذه القوى بدأت تفعل فعلها في العلاقات الدولية اليوم نقرأ أخبار على قناة الميدين وغيرها أن اللقاء الفلسطين الفلسطين سيتم في بكين هذا التطور مهم جدا لدور الصيني قادم والدور الروسي كذلك وبالتالي تركيا أيضا لديها حسابات جيوسياسية هي ترى أن أوروبا قوة ضعيفة جدا هزيلة لا زعماء سياسيين ولا يمكن التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة لها يد فيما جرى في شمال سوريا من هجوم من اضطرابات تجري وهجوم على المقرات التركية يعني تزايد النفوذ الأمريكي في مناطق شمال سوريا ليس جديد بالمناسبة تحدث عنه أردوغان قبل سنة قبل انتخابات قال أنهم في التحالف الدولي يلعب في هذه المنطقة لكن أيضا في اتهامات لأمريكا بأنها هي من أججت الوضع في شمال سوريا لأن تركيا أقدمت على أو تريد أن تقدم على خطوة التقارب مع دمشق استاذ كمال التقارب بين دمشق وأنقرة سيقلب الطاولة على كثير من أطراب بما فيها الولايات المتحدة وأكثر من ينزعجي الولايات المتحدة وإسرائيل التي تعمل على تقسيم المنطقة ودولها بمشروع الشرق الأوسط كبير هذا أصبح واضح للأتراك لذلك نقطة مهمة جدا أن هذا التحول كلما لاحظ أنه كلما جرت تقدم الحديث تتدخل قوى إما داخلية في تركيا أو في أطراف أخرى أقليمية كانت الآن هناك جو أقليمي رياح أقليمية دولية تدعم هذا الاتجاه بقوة وهناك قناعة تركية أكثر خاصة وأن هذه الجماعات المسلحة التي قال الرئيس أردوغان أنها هي التي تعارض ماذا يقصد بذلك هؤلاء الأتراك أيضا توصلوا النقطة هؤلاء مرتزقة خانوا وطنهم وبالتالي مستعدوا لبعاء تركيا لأي من يأتي هم لديهم بالمناسبة أنا أختلف مع زمينا من تركيا بأنه هناك وجود للسي آي والمخابرات الفرنسية والبريطانية في إدلب ومن قال أنه ليس لديهم قدرة والأمريكان يحاولون الوصل بينما يجري في قصة مناطق الجزيرة السورية مع هذه المناطق ولديهم مشروع عملوا عليه لفترة طويل هذا يدر الأمن للقوم التركي ما يجب أن نصل إليه الآن الآن في هذه المرحلة أننا يجب أن نكون مصررين دون تكتيكات رخيصة لأن هذه مصلحة تركية سورية ومصلحة للمنطقة وتحدثنا عن ذلك أستاذ كمال منذ أربع سنوات ونحن نتحدث لا يوجد مسار لسوريا وتركيا سوى هذا المسار مسار التقارب احترام المتبادل وسيادة الدول واحترام الشؤون الداخلية السورية هذه مصلحة لتركيا وللسعودية والإمارات لأن هذه الجماعات المتطرفة أثبتت للأتراك أنفسهم لأنهم مستعدل يحرقوا العلامة تركيا ولأنهم تشكل خلال عشر سنوات خارج إطار الدولة والقوانين ستة مليار دولار حجم البزنس الموجود في مناطق سلطة هذه الجمال هؤلاء سيقاتلون في معمر أم زندين وعودة الدولة السورية ستقضي على مصالح هؤلاء هم يدافعون عن مصالحهم الشخصية وليس الوطني سوري ولا تركية همهم فيه بالشمال بزنس المعابر والأتاوات وكل هذا هؤلاء يدافعون عن مصالحهم ورئيس أردقان اعترف بذلك صحيح دكتور عبد المطلب سأبقى في موضوع دعوة الرئيس الأسد إلى أنقرة كنقطة أولى إذا ما تخيلنا أو يعني توقعنا سيناريوهات لهذه الدعوة يعني إما أن تقول دمشق سنشارك سنأتي إلى أنقرة سيأتي الرئيس أسد لأنقرة ولكن نريد التزاما تركيا بالانسحاب من التركي من الأراضي السورية قبل أي زيارة هل مستعدة أنقرة لهذا الالتزام هذا واحد اثنين قد تقول دمشق لنعقد القمة في موسكو لماذا لا تعقد في موسكو وليس في تركيا أيضا هل هذا سيكون عقبة أم يعني ممكن أن تعقد في موسكو الأمر الثالث قد تقول دمشق فليأتي أردغان ليعقد قمة في دمشق هل ستقبل تركيا ذلك أنا هنا أتخيل سيناريوهات يعني افتراضية ولكن هل كيف ستتعامل تركيا معها إن وجدت نعم يعني حقيقة علاقات الآن تركية مع السورية الأطراف كلا الطرفين متضررا بالدرجة الأولى يعني 900 كم من الحدود وعلاقات حقا تجارية سياسية ثقافية أخوية تاريخية الطرفين تعب في العقيقة ويتضرر مع ذلك في العقيقة استمرار هذه المشاكل هي في العقيقة الآن أردغان فهم جيدا وأسد فهم جيدا أن استمرار في هذا الشكل هو متضر لذلك أدرك أهمية التحسين علاقات من جديد ولذلك كلا الطرفين أبدأ الآن حسن نوايا لكن أنا في العقيقة شخصيا حاليا أستبعد يعني زيارة أسد لتركيا أو زيارة أردغان لسوريا هذا شيء مستبعد تماما حاليا ولا ننسى كان هناك المتوقع زيارة السيسي للتركية هذا أيضا مستبعد في العقيقة الجو حاليا الجو الشعبي في داخل تركيا الآن صعب جدا حتى زيارة السيسي مع أنها منتظر متوقعة وكما نعرف طبعا علاقات تبدو على موسى السيقبارات ووزراء وذلك وتأتي إلى آخر شكل حتى يتم لقاء الرئيسين لذلك هذا نوعا ما مع السوريا حاليا وصعب لكن كما تفضلتم في سؤالكم الثاني قد يكون هناك أراضية حول هذا لقاء في الدولة السائل وهي لا تكون إلا الروسيا هذا شيء في العقيقة متوقع ونحن نعرف أن الروسيا هي بالدرجة الأولى تؤثر على تشكيل علاقات السورية الخارجية متعلقة بإرادة السورية هذا شيء معروف بدون نقاش في العقيقة البوتين هو الذي يحدد كيفية تشكيل هذه العلاقات السورية لذلك هذا لا يمكن أن يأتي حتى اهتمام إيران بالمنطقة حضور إيران في سوريا هذا شيء معروف ومؤكر لذلك لا يمكن تكون إيران بعيد عن هذا والروسيا بدرجة أولوة لذلك أعتقد أن هذه اللقاء لا يمكن تكون بدرجة الأولى في الدولتين قد تكون في الدولة السارة هذا أولا والثانية في العقيقة تركيا تعبت عليها كما تفضلتم في العقيقة هناك نحن نسلمين لاجئين في العقيقة هم ضيوف علينا وهم منتجين حقيقة واقتصاد تركي مستفيد منهم ونحن راضين منهم أخويا إيمانيا تاريخيا ثقافيا بعيد عن الاقتصاد لكن بدرجة ليست هناك أي مشكلة في الحقيقة نحن حقيقة نستفيد على كل أبعاد أنا كأكاديمي حقيقة وضعت عدة العناوين رصائل مجلسي الدكتور حول إسهامات إخوان السوريين على قطاعات الصناعة على قطاعات ثقافة غير ذلك بدنا ندرس على مستوى أكاديمية في الجامعة بهذه الدرجة لكن مع الأسف هناك جهات هناك بعض الفئات هي حقيقة نحزن ونأسف ونعتزل حقيقة للإجتعار السوري في الحقيقة ما حدث في تركيا لكن الأمن التركي تشوف هناك تورط 474 شخص تورط في هذه العمليات أحداث الأخيرة القومية هذه هجمات لكن الأمن التركي أثبت وقبض عليهم بينهم 285 شخص 285 474 يعني أكثر من نصف في الحقيقة هؤلاء عليهم السجل عليهم عقابات عليهم مسجلات أنهم كلهم يعني في الحقيقة سجلهم هو عليهم عقابات ومسجلين لألام غير ذلك هؤلاء في الحقيقة كلهم يعني نصطين مرتزقة وفيات معينة ويستفاد ويستعمل من قبل كيانات في الحقيقة الدولية يعني تورطهم وهناك تنسيق بينهم حقيقة أثبت تماما لا قيل قيل في وسائل إعلامة تركية لا يمثل هذا لا يمثل حزينين ونعتزل حقيقة ما نشر بأنه جاء بهم بحافلات وبساط وبعضهم يعني عليهم سوابق جنائية وأنه تم يعني الأمر في قيصري كان معدل له ومفابرك لكن الدكتور عبد المطلب أيضا ما أثاره الدكتور بسام في تصريح الرئيس أردغان مهم قال الرئيس أردغان إن الجماعات المسلحة هي من تعارض التقارب بين دمشق وأنقرة هذا كلام مهم للغاية ماذا يقصد الرئيس أردغان بهذه الجماعات المسلحة هو يشير إلى تلك الموجودة في الشمال طبعا بلا شك لكن هل الرئيس أردغان يصنف بدأ يعني يصنف تلك الجماعات بأنها خارج هذا التقارب وهل هذا يعطينا مؤشر على الترتيبات التي ستقدم عليها تركيا مع سوريا فيما يتعلق بمناطق شمال سوريا إدلب ومحيطها وأرياف حلب نعم يعني هذا التقارب سيبعد الكيانات الكردية المسلحة الإرهابية والتي تديرها في لقيقة بيكا من شمال عرق ونحن الكيانات كردية المسلحة في شمال سوريا هي ممولة مدربة وتدار من قبل بيكا كانوا نسمي حزب المال كرد الساني في العقيقة هذا تقارب سوري التركي سيبعد سيهمش وسيزال بهؤلاء الكيانات من خريطة السورية ككل يعني أنا أريد أن أطرح السؤال في العقيقة تركيا من أول يوم إلى الآن هذا لا نرى خلاف ذلك في التصريحات تركية وحدة الأراضي السورية واحترام لسيادتها لكن تركيا لا ننسى يعني 900 كيلومتر هناك كائنات مسلحة هناك هجوم على الأراضي التركية هناك حقيقة يعني تسلل غير ذلك انفجارات تركيا منزعجة من هذه الحركات الإرهابية هذا معروف دكتور هذا معروف موقف تركيا من اليوم الأول ضد أي فصيل مسلح كردي في شرق سوريا لكن ماذا عن جبهة النصرة هي التحرير الشام الجبهة الشامية أحرار الشام أحرار اللواء كذا هذه الجماعات المتواجدة على الحدود بين البلدين هذه ماذا عن مصيرها وهل يقصدها أردغان عندما قال الجماعات المسلحة والمجموعات المسلحة هي من تعرض العلاقات لا ليس هذا في الحقيقة التركية كما نتذكر كان هناك اللقاءات في سوشي وفي أسطان سابقة بين التركية وطبعا إيران والروسيا وحتى هناك التمسيل من المعارضة ومن طبعا إدارة سوريا كان هناك اللقاءات سابقة وكان هناك التفاهم وتوصل لبعض النقاط حول وضع دصور حول تشكيل آليات جديدة وهذه توصل السوري إلى انتخابات نزيهة شفافة وتشارك فيها جميع الطياف السورية بعيدا عن كل عراق ستمثل في هذه الانتخابات تركيا تريد في العقيقة أن تهيئ الأراضية المناسبة نزيهة على أساس تحدد مصير سوريا أهلها كلها ليس فقط هناك عرق واحد عربي هناك أكراد أتراك هناك عرب غير ذلك في العقيقة التركية تريد أن تضع هناك صورة من خلال هذه علاقات أن تشكل هناك أراضية ومن خلالها تكون هناك تمثيل كل أطراف من ضمنها واضح هؤلاء أحزاب المعارض ربما هذا هو التركية وأهل السورية هو الذي يمثل ويحدد مصيره للدومقراطي نعم تريد أن هذه الجماعات تنخرط في العملية التقارب دكتور بسام الترتيبات كما ترى أولا ترتيبات كما أرى أنا قد أختلف مع زمين الدكتور عبد مطلع بجمعية النصف تنظيم أرهابي مصنف دوليا وليمكن أن ينخرط بأي عملية سياسية أن يبني العقائدية والإيديولوجية إقصائية ولا تقبل أي أحد آخر فيما يتعلق بالجماعات تصنيفها هذه الجماعات أرهابية بالمطلق فيجب التعاون من يريد إلقاء السلاح والإنخراط بالعمل السياسي أهلا وسهلا إذا لم تكن يديه ملوثة بالديموادي كانت طرحت مع الأتراك سابقا وقد تصدر قوانين عفو فيما يتعلق كل من قتل وساهم بالقتل والتدمير هو أصلا لن يبقى لا في إدلب ولا في غيرها سيرحل باتجاهات أخرى لأنه بارودة للإجراء أو بندقية للأجراء وهو ليس لديه هدف وطني من مثل في أسنة أو غيرها لا يوجد مشكلة فيما يتعلق بالشأن السياسي لكن أن ترتب تركيا الشأن الداخلي السوري أنا لا أعتقد ذلك نحن أحد المطالب السورية أنه عدم التدقل في الشأن الداخلي السوري يمكن لتركيا أن تساعد أن تتوقف المنصات التي تستخدم الأراضي التركية لمهاجمة سوريا هناك تلفزيونات هناك محطات هناك مواقع انترنت وبرغم أن دمشق لا تستخدم هذه الأدوات عندما نتحدث عن علاقة ثنائية محترمة وعدم تدقل في الشأن الداخلي هذه أحد شروط بناء العلاقات الطبيعية بين الدول عدم تدقل في الشأن الداخلي السوري لأن هذا شأن الداخلي السوري كما نحن لا نتدقل لا في الانتخابات التركية ولا ندعم هذا الطرف أو ذلك وغير ذلك لذلك هذا شرط أساسي ونختلف فيما يتعلق بهذا الموضوع فيما يتعلق بالجماعات المسلعة وهذه نقطة مهمة جدا أعتقد أن جزء من الخلاف الذي حل قبل أيار 2023 هو وصدر بيان بين وزراء الدفاع بدول الأربعة عندما تحدث عن أن الجماعات الإرهابية كافة لا يمكن أن تقول قصة هي جماعة إرهابية بينما تنظيم جبهة النصرة هو جماعة خيرية مثلا أو لا يحمل سلاح أصبح لديهم طيران مسير يقتلون ونحن نتحدث عن جماعات متعددة جنسيات ما علاقتهم للأويغور أو الأسبك أو الطاجيك مثلا الذين كان لهم علاقة بتفجير موسكو مثلا ما علاقتهم بالشأن الداخل السوي إذن هذا الفرز مهم جدا للتفاهم لذلك عندما نتحدث عن مسار السوي تركي أولا موضوع مكافحة الجماعات الإرهابية مهمة وقف دعم التركي بدون الدعم التركي هذه الجماعات ستموت ثانيا مثلا كيف يمكن أن نصنف قصد الإرهاب واحد بغض النظر عن هذه النظر أو تلك نقطة ثالثة موضوع ترتيب الانسحاب ولذلك الملف في المسار يحتاج إلى حل حلة تدريجية ولكن يحتاج إلى أفعال أكثر منها أقوال ما لا تتوقع دكتور بسا سأحنا نريد أن نرى أفعال في حديث نعم شو تتوقع لهذا المسار أنا أتوقع لأول مرة أشعر بتاريب أستاذ كمال أنا أعتقد هذا المسار سفتح وظروفه لأول مرة تبدو ناضجة أكثر ناقشنا هذا الملف عبر الميادين في سنوات سابقة وكنا دائما نؤكد على أن هذا المسار هذا مسار مصلحة الدكتور عبد المطلب قال هناك مصلحة تركية سوية حتى البعض كتب في صحف تركيا أن إيران تعرقل أنا أستبعد ذلك راحل حسين أمير عبدالله ينبزل جهود في هذا التجاهل لماذا تعرقل إيران لأن الاستقرار في المنطقة مفيد لإيران والعراق وتركيا وسوية بينما هو مضور للولايات المتحدة وقوى الغرب التي تعمل على فرق تسود أنا لنا أن نأخذ دروس الاستقلصة أنا لنا أن نفهم بأن نتوقف عن أن نكون وقودا في مراجل آخرين ونحن نخسر كأتراك كسوريين أنا لنا أن نتجاوذ هذه المرحلة وأنا أعتقد أن أول مرة أشعر بأن المسار نضج جدي في احتضان له أقليمي هذا لم يكن متوجد وقلنا دولي وهناك جدية في الموضوع هلأ الملفات معقدة بالطبع نحن لا نتحدث عن مسار سلس سنتابع هذا الموضوع دكتور بسام بطبيعة الحوال باحتمام في مساحاتنا الإخبارية وفي الأيام المقبلة لأهميته وانعكاسه على سوريا وتركيا وعموم الأقليم دكتور بسام أبو عبدالله الخبير في العلاقات دولية من دمشق شكرا جزيلا لك دكتور عبد المطلب أربع الخبير في العلاقات الدولية من إسطنبول أيضا شكرا جزيلا لك شاهدين النشر انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء